انت امتطيتهم شرعية ودغين لهم سار انت اشكالكم على الانتداد لاندخلوا الانتخابات وعلى غير شيء نعم 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 بس هاي نعم 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 وحتى على قيارة الانتداد يعني هذا موضوع ياخذ بجانب الشخصي شوف راح اقول لك الشر التسع كراسي مرتبة واني سبق وانقلت وانعرضت عليها ولكن خلقها كمل لا 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 بس خلقها كمل لا تقاطع دي ما لنقتل فضل لان هذا موضوع هاي اللي اردى اسمحها كل هي استحقاق استحقاق تشرين كان معدئلة بالتسع كراسي مثل ما قالها الدكتور علي العبادة من امريكا قال الصدريين هاي القدو الفتحة ويني ثلاثة هاي الارقام تم نزولة لانه المؤامرة باتجاه العراق اكبر ولكن اتقلي اعظائي امتداد اعظائي امتداد اللي انا اعرفهم على اقل تغذير ما اشك بوطنيتهم لكن استخفلوا تخفلوا باجتهاد خاطئ باجتهاد خاطئ هذا الموضوع مهم فرق بين انه شكك بالوطنية من عرضها لك من عرضها لك اقوى قوة بالعراق تعادل امريكا منية هاي انت المفروضة منية ما اعرف تحرف القوة منية يا قوة تبين جهة من خارج اقوى قوة بالعراق تعادل امريكا من انت وحدك حللة ايران هذا الموضوع استاذ ايران جهة سياسية عراقية خارجية استاذ استاذ اذا انا اقول كانت المؤامرات المؤامرات وليس الانتخابات معدة مسبقا اطيق دير على المؤامرة شنو علاقة امريكا بينا امريكا جاب على انتخابات مجلس الاميش دخل على انتخابات ارجع لك ارجع لك لازم يجابون الجماعات اي كوارد استاذ حيدر